العربي بنتأثر لأننا مفهولنا على الأرض ويحولوها إلى واقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض أصدقائي سألوني أنت ليه مركز أوي أو مراد على موضوع اختيار الشريك هل ده بسبب تجارب سيئة أنت شفتها؟ للأمانة طبعا الواحد شافه وسمه وشاهد عليه بنفسه في الفترة الأخيرة مأساوي بس مش ده السبب الرئيسي من زماني اللي اشتغل معايا عارف أن أنا من مدرسة بتؤمن أن المؤسسات والمجتمعات بتبنى على الأفراد الفرض الصحيح هو الأساس إذا سيادتك اخترت الشخص الصح للمكان الصح في الوقت الصح مع الناس الصح تأكد أنك هتنجح والعكس بالعكس علشان كده اختيار الشريك المناسب ليك سابعا كان شريك في مالك موظف عينته عندك فرض هتدخله أسرتك وحتى يا جماعة في الشراكات السياسية اختيار الحلفاء السياسيين مهم جدا أنك تكتشف حقيقة الشخصيات اللي هتدخل معاها شراك لازم تكتشف خبايا الشخصية اللي هتحط إيدك في إدها ملاحظة تانية نبهتني لها واحدة من أشهر علماء الطب النفسي في المنطقة وقالت لي خلي بالك يا مراد الحاجة لتعلم مهارات اكتشاف الشخصيات بتزيد للناس في بلاد المهكر أولا لأن الناس ما بتقاش عارف بعض كويس كل واحد جاي من منطقة مختلفة وممكن بسهولة يخدع اللي حواليه ثانيا الهجرة بتخلي الناس تتغير فالشخص اللي سيادتك أو سيادتك كنت يعرفاه من خمس سنين ممكن يكون مختلف تماما عن اللي قدامك دلوقتي النهاردة هنتكلم عن تقييم خبارات وتجارب الفرد اللي عايز تشاركه أو تدخله حياتك تجارب الحياة جماعة بتلعب دور أساسي في تكوين شخصية الإنسان وفي تطويرها كل تجربة تعرض لها الفرد سواء كانت تجربة جيدة أو تجربة سيئة كل تجربة بتوضيف ليه طبقة جديدة لشخصيته بتشكل تصوراته وتشكل اعتقاداته علشان كده مهم جدا أنك تعرف تاريخ الفرد تاريخ إنجازاته تاريخ فشله هل يعترب يتنقل كتير بين الأعمال؟ لو ترفض من شغله أو سابه لازم تعرف الأسباب الحقيقية طب هو لو حقق نجاحات حقيقية إيه هي؟ لو عندك حد مثلا ما حققش قصة نجاح واحدة في حياته لغاية ما بقى سنه مثلا 45 سنة إزاي تديله فلوسك؟ إزاي تعينه في وظيفة جبيرة؟ تفتكر دلوقتي لما بقى سنه 45 سنة هيحقق فجأة نجاح؟ نفس الكلام لو في حد بتضعوا بتدور حواليه شبهات شبهات بقى حوالين سلوكه الشخصي شبهات حوالين أمانته ليه تاخد مغامرة وتعينه في شركتك أو تدخله حياتك برضو مهم جدا تشوف مجالات دراسته المؤسسات اللي اشتغل فيها اللي اتعلم مثلا في كليات عسكرية بيكتسب ثقافة معينة اللي اشتغل في جهات أمنية غصب إن عنه بيتشرب سلوكيتها الفرض اللي اتعلم في مدارس أمريكية أو بريطانية أو جامعات أجنبية وبعدها اشتغل في شركات عالمية بيبقى عنده ثقافة واتجاهات مختلفة تماما عن الشخص اللي اتعلم في مدارس حكومية واشتغل في مصالح حكومية نيجي بقى للبيئة اللي اتربى فيها الفرض واحد اتربى في بيئة محافظة وتشرب أفكارها وطبق عن إيمان سلوكيتها ده بيختلف عن واحد اتربى في بيئة بتتبنى الثقافة الغربية وعاش واستريح لممارستها والالتنين بيختلفوا عن واحد تالت اتربى في بيئة محافظة لكن اتكون عنده كده رفض ليها لسبق أو آخر الاول والتاني بيبقى عندهم اتساق مع ممارستهم وأفكارهم وأهواءهم وبيقى من الصعب تغيير سلوكيتهم التالت بقى اللي اتربى في بيئة مش بيستريح فيها بيبقى عنده صراع نفسي عنيف ممكن ده ممكن ينعكس على حالته النفسية ممكن ينعكس على نوبه العاطفي فلازم تختبر استقراره النفسي جابوني في التعليقات تحت لو حد تعرفه فشل في مشروعين ثلاثة في حياته وجانك بفكرة جديدة شكلها حلو هل ممكن تشاركوا؟ نعم أم لا؟ جاوبني وقول لي الإسراب مستني تعليقاتكم وإجاباتكم تابعوا حسابتنا على السوشال ميديا ما تحرمونيش من قراءكم خلونا نستفيد من بعض